رحمتك يا زلجلال والإكرام فما لكم في المنافكين في أدين والله واركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أدى الله ومن يدلل الله فلو تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سباء فلا تتخذوا منهم والأولياء حتى يحاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى كوم بينكم وبينهم ميساك أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلتهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا ويأمنوا كومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يكتل مؤمنا إلا خطأا وما كتل مؤمنا خطأا فتحرير ركبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ركبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميساق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير ركبة مؤمنة فمن لم يجد فسيام شهرين متطابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يكتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الشلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإعاد الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قبل فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبجنوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبجنوا إن الله كان بما تعمدون خبيرا لا يستب القائدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأنوالهم وأنفسهم على الكائدين أجرا عظيما على الكواعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على الكائدين أجرا عظيما لا يستب القائدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأنوالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأنوالهم وأنفسهم على الكائدين أجرا على الكواعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على الكائدين أجرا عظيما لا يستب القائدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأنوالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأنوالهم وأنفسهم على الكواعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على الكواعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما درجات منه رحمة وكان الله وفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستدعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأضاهم جهنم فأولئك مأضاهم جهنم وساءت مسيرا إلا المستدعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصوا الله ويعفو عنه وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساء ومن يخرج من بيذه مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا دربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خبت من يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فاكمت لهم الصلاة فالتكم طائفة منهم معك وليأخذوا أصلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأصلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أظم مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عزابا مهينا فإذا قديتم الصلاة فاذكروا الله كياما وكعودا وعلى جنوبكم فإذا اتمأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستكفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب ما كان خوانا أسيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الكون وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم الكيامة عن من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يزلم نفسه ثم يستكفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسه بكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو اسما ثم يرمي به بريئا فقد اهتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فدل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يدرونك من شيء واندل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فدل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجباهم إلا من أمر بصدكة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك اتقاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد دل دلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إنسا وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأدلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان العنعام فلآمرنهم فليغجرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأباهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله طيلا ليس بأمانيشكم ولا أمانيش أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجزب سوء أن يجزبه ولا يجد له بيدون الله فديشا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من زكر أو موسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتباملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في اللطبق عن الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء كل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون عن تنكحوهن والمستدعفين من البلدان وأن تقوموا لليتاما بالكسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مراتهم خافت من بعدها نشوزا أو إعرادا فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما سلحا والسلح الخير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفب فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتظروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفركا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وسينا الذين أوتوا الكتابة من قبلكم وإجاكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في اللد وكفى بالله بكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد سباب الدنيا فعيد الله سباب الدنيا والآخرة فكان الله سميعا بشيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا كوامين بالكست شهداء لله ولو على أنفسكم بالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فكيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل دلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا غفرا لم يكن الله ليكفر لهم ولا ليهديهم ولا ليهديهم سبيلا بشير المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عيداهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله من الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربسون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نسيب قال ولم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم الكيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن الذين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الشرات قاموا قصوا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا كليلا مزبزبين بين ذلك لا إلا هؤلاء ولا إلا هؤلاء ومن يدلل الله فلا تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتهذ الكافرين أوليامي دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسوال من النار بلا تجد لهم نسيرا إلا الذين تابوا أصله واعتسموا بالله وأخلصوا دينهم فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤطي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعال الله بعذابكم يا شكرتم آماتم أكان الله شاكلا عليما رامنت بالله صدق الله العظيم Thank you so much for watching. Jazakallahu khairah May Allah bless you. May Allah give you a reward and may Allah grant us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu من اشتركتناهي من اشتركوا في القناة من كون تحطيهم شكرا على أين ناروك كشرا على أين ناروك